أمطار جيدة من ناحية الكميات في المناطق الجنوبية لنالك واستمار الطق صغير المستقر يومي الأحد والإثنين وبدء الاستقرار التدريج على الأجواء يوم الثلاثات كل ذلك في التفاصيل لكن بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري آخر صور الأقمار الإسرائي هنا في مركز تقس العرب تشير إلى وجود كميات الكثيفة من السحب والغيوم في أراضي المملكة العربية السعودية ناجمة عن تأثيرات أحوال جوية غير مستقرة هناك عملت على تساقط حتى الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية هناك وهطول الأمطار في عموم المناطق الجنوبية من المملكة بما في ذلك منطقة العقبة تسجلت أعلى هطول وكميات مطرية كانت ممتازة نتيجة هذه الحالة المطرية المؤثرة هناك كميات من السحب تندفع حول هذه الحالة الجوية باتجاه مناطق الشمالية والوسطى والشرقية عملت على هطول بعض الزخات من الأمطار جميع هذه السحب والغيوم توقع تتحرك نحو الشرق مبتدئة عنه لكن مع دخول كميات جديدة من السحب القادمة من شرقي البحلة ونتوسط خلال الساعات والأيام القادمة كميات الهطولات المطرية المسجلة في هذه الحالة حارة عدم الاستقار الجو المتدة من يوم الجمعة وحتى الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت وصلت أقصاها في العقبة إلى 21.9 مليمتر وهي كمية عالية من الأمطار تسجل في مدينة العقبة في جبال الشراء 4.5 في الطفيل 4.20 أما في جنوب العاصمة أمان فكانت هناك 4.3 بالعشر مليمتر في غربي العاصمة أمان 3.3 مليمتر في شرقي العاصمة أمان 1.2 في الصلط 6.9 مليمتر في عجون 5.1 وفي إربط 6 مليمتر في الزرقاء 3.3 وفي المفرق من حوالي 4.9 مليمتر إذن كمية أمطار تقريبا متواضعة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة ولكنها كانت جيدة خاصة في منطقة حوضي العقبة ومدينة العقبة بشكل عام توقعات الهطولات المطرية خلال الساعات القليلة القادمة إذا ما زالت تشير ليلة السبت على الأحد وصباح يوم الأحد إلى وجود فرص لهطول أمطار لكن في مناطق إجمالا تكون عشوائية غير منتظرة نهار يوم الأحد فرص الأمطار كما تراحضون أيضا تبقى عشوائية وفي مناطق غير منتظمة موجودة في بعض مناطق المملكة بمشيئة الله يوم الأثنين يتوقع بإذن الله أن تتأثر المملكة بامتداد لمنخفة جوية خاصة ليلة الأحد على الاثنين سريع وهذا منخفة بعيد جدا عن المملكة ولكن ذلك يسام على هطول بعض الزخات والأمطار فوق المنطقة الجنوبية على وجه التحديد نهار يوم الأثنين قبل أن يبدأ التقسيمي للإستقرار بشكل عام الأحوال الجوية متوقعة يوم الأحد أجواء تكون بشكل عام غائمة جزئين ومتقلمة مع فرص لبعض الأمطار التي تكون بين خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في ساعات الظهيرة والعصر الدرجة الحال العظمى 11 درجة مئوية في ساعات نهار هذا اليوم توقعات الأحوال الجوية في مدن ومحافظات المملكة سنبدأها من المناطق الشمالية اليوم الأحد إربط 15 إلى 9 في جراش 14 إلى 9 في عجله من 14 إلى 8 وفي المفرق من 14 إلى 7 درجات مئوية المناطق الوسطى في عمان 11 إلى 6 في الصلط 12 إلى 7 في مادبة 13 إلى 7 البحر 12 إلى 15 وفي الزرقاء من 14 إلى 8 درجات مئوية فرص لزخات مطارية في المناطق الوسطى وخاصة فوق المرتفعات المناطق الجنوبية في الكرك 11 إلى 7 في الطفيلة 10 إلى 7 في الشراء من 8 إلى 5 درجات مئوية معام من 11 إلى 6 وفي خليج العقبة من 20 إلى 14 درجة مئوية مع بقى فرص زخات من الأمطار موجودة هناك الأزرق 14 إلى 8 في الصفاوي من 13 إلى 7 وفي الوشت من 12 إلى 7 درجات مئوية أيضا توجد لبعض فرص هطول الأمطار أيضا هناك توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي يوم الاثنين أجواء تكون باردة بوجه نعام تراجع درجات الحرارة مع فرص زخات من الأمطار وتشكل للضباب درجة حرار 9 درجات مئوية نهارا لكن الصغرى لين 5 درجات يوم الثلاثة من 10 إلى 6 درجات مئوية أجواء غائمة جزئيا تجدد فرص زخات محلية من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية من المملكة يوم الأربعاء تجدد فرص أيضا زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية على وجه التحديد والعظمى 10 درجات والصغرى 7 درجات وبالتالي الأجواء تبقى باردة هذا الأسبوع بالرغم من تراجع فرص الأمطار إذن هذا كان كل ما دينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة